قدوس الله قدوس القوي قدوس ونذران لق trilانة اللقاء لاذ يمكن عليكم إشار الله خليسم الإلحاء قدوس علانة وكلا لوالنا وينها بال Sales jätteitute可愛 exclusively والسيطان ريدنا يا رب ورحم امراضنا من الجسمك يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم المجدوري الآد والبن والروح قدر أسلانا وكل آوانا ولد أهل الداهرين أمين أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمه ليأتي ملكوتك ليتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خمزنا الجوهري أعطنا اليوم وترك لنا ما علينا كما نفت نحن لمن لنا عليك ولا تدخلنا في تجربة لك النجينا من الشرين ينا لك الملكة والقدرة والمجد والآب والابن والروح القدر ألانا وكل آوانا وإلى دهر الداهرين أمين خلص يا رب شعبك وبارك مراثك ومنح حبيدك المؤمنين الغلب على الشرين واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين المجد للآب والابن والروح القدر يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح لله امنح رأفتك لشعبك الجديد مسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلب على محاربهم لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهول لا نوك الآوان ولا دهر الداهرين أمين أهيتها الشفيعة الرهيرة غير المخلولة يا والدة الإله الكلية التصبيح لا طارد يا صالح عن توسناتنا بل وط بسيرة المستقيم الرئيس وخلص الذين أمرت أن يتملكوا ومنح فيهم الغلب من السماء لنعنك ولا تتل إلى هيئتها المباركة وحدك حمني الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب ورحا وأيضا نطلب من أجل المسيحين الحساني العبادة الأورثوذوكسي وأيضا المطلب من أجل أبينا وبطري أركنا يوحنا وزمع إخوتنا في المسيح لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الأنا وكل عوان وإلى دهر الداهرين المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحي غير المنقسم كل حيننا لأنا وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين المجد لله في علا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر لماذا كثير الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقول أن يصل خلاص له بإلهه وأنت يا رب ناصر ومجد ورافع رأسي بالصوت إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتأذرين علي قم يا رب خلصني يا إلهي فأنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني يا رب لا بغضبك تبخني ولا برزك تؤدبني فأن السهمك قد نشبت في يومك كنت علي إذك ليس لجسدي الشفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي قد أمتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله ومشيت عابسا لأن متني قد امتلأ ما هذه أوليس لجسدي شفاء شقيت وضضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهد لم يخفى عنك قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي أصدقائي وأقرباء دنوا مني ووقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا واجهدا للذين يطلون نفسي والمنتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا أما أنا فكأصمى لا يسمع وكأخلس لا يفتح فاه وصرت كإنسانا لا يسمع ولا في فهمه تبكيت لأني عليك يا رب توكلت أن تتسجيب لي يا ربي وإلهي لأني قلت لا يشمت بأعدائي وعندما زلت قدماي عظم علي الكلام لأني أنا للضرب مستعد ونجع لدي في كل حين لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني وقد كثر الذين يبغضوني ظلما الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني أسرع لمعونتي يا رب خلاصي يا الله إلهي إليك وبكر عطشة إليك نفسي بكم نوعا لك جسدي في أرضا برية وغير مسلوكة وعادمة ما هكذا ظهرت لك في القدس لعين قوتك ومجدك لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتيات سبحانك هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي فتمترئ نفسي كما من شح من ودس منه بشفاه الابتهاج وسبحك فمي إذا ذكرتك عن مفرشي هذت بك في الأسحاري منك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستطر التسقط نفسي وراءك وإياي عضادة يمينك أما الذين يتبون نفسي باطن فسيدخلون في أساف الأرض ويدفعون إلى إيديسيو فيكونون أنصبة للثعالب أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به لأنه قد صدت أفواه المتكالمين بالظل هذت بك في الأسحاري لأنك صرت لعونا وبظل جناحيك أستطر التسقط نفسي وراءك وإياي عضادة يمينك المجد للآب والابن والروح قدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين يا رب إلى خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك فلتدخل قدامك صلاة أمل أذنك إلى طلبتي فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي حسبت مع الملحدرين في الجب سرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي أبعدت عني معارفي جعلوني لهم رجاسة قد أسلمت وما خرجت عيناي ضعفتا من المسكنة صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي ألعلك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك هل يحدث أحدا في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك هل تعرف في ظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاة لماذا يا رب تقسي نفسي وتصرف وجهك عني فقيرا أنا وفي الشقائم ذو شبابي وحين ارتفعت التضعت وتحيرت علي جاز رجلك وانفزعاتك أزعجتني أحاطت بيك الماء والنهار كله اكتنفتني معا أبعدت عني الصديقة والقريبة ومعارف من الشقاء يا رب إله خلاصي في النهار صرخته في الليل أمامك فلتدخل قدامك صلاة أمل أذنك إلى تلبطي بارك يا نفسي الرب ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس بارك يا نفسي الرب ولا تنسي جميع مكافآته الذي يغفر جميع آثامك الذي يشفي جميع أمراضك الذي ينجي من الفساد حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجددك النسي شبابك أرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته أرب رحيم ورأوف طويل الأنات وكثير الرحمة ليس إلى القضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا لأنه بمقدار اتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفه لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن الإنسان كالعش بأيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثوت ولا يعرف أيضا موضعه أما رحمة ربي فهي مضو الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصياه ليصنعوها الرب هيأ عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلماته عند سماء صوت كلامه بارك الرب يا جميع قواته ويخدامه العاملين إرادته بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته بارك يا نفسي الرب في كل موضع سيادته بارك يا نفسي الرب يا رب استمع صلاة وأنصت بحقك إلى طلبة استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتزكى أمامك كل حي لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموت منذ الدهر وأجر علي روحي واترب قلبي في داخلي تذكرت الأيام القديمة هذت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك بسط يدي إليك ونفسي لك كأرضا لا تنطر أسرى فاستجب لي يا رب فقد فنيات روحي لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابتين في الجب اجعلني في الغدات مستمعا رحمتك فأني عليك توكلت عرف لي يا رب الطريقة الذي أسلك فيه فأني إليك رفعت نفسي أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحيني بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستاصل أعدائي وتهلك جميعا الذين يحزنون نفسي لأني أن عبدك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة المجر للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين أمين هللويا 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 المشرك يا الله يا إلهنا رجعنا لك الماء بسلام إلى الرب نطلق من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلق من أجل السلام كل العالم وثبات كنايس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلق من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلق من أجل أبينا وبطر يركنا يوحنا والكهن المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلق من أجل حكامنا ومعاظرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلق من أجل هذه المدينة وجميع الأدرا والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلق من أجل أن ينحسر هذا المرض الوباء ومن أجل شفاء المرضى وسند وعضد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلق من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلق من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتعلمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلق من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلق أعضد وخلص ورحم وحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفيقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتليات مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح لله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس ألانا وكل آوان وإلى دهر الداهرين اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدس كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها من قبل رب كانت ذي ويعجيبت في عيوننا سوى الله الرidé pure بوضعي بالنسبة له кон الرب قدistäك الله الردد دهد أمس الجاقيم بضرق لموطك وعندما أقف الأبواد من تحديد دارا صرخ رحوك جميع القوات السماويل أيها المسيح الإله وعطي الحياة المجولة أن أجل بلاب والابن وروح الحدوث وعندما أنحضرت إلى الموت أيها الحياة الذي لا يموت دينا إذن أمت الجاقيم بضرق لموطك وعندما أقف الأبواد من تحديد دارا صرخ رحوك جميع القوات السماويل أيها المسيح الإله وعطي الحياة المجولة ألا نوكلوان وندهر الدهر نامين لقد زكيت بالإيمان الأباء القدامى وبهم سابقت فخطبت البيعة التي من الأمم فليفتخر القدسون بالمجد لأن من زرعهم أين عثمر حسيب وهو التي ولدتك بغير زرع ثابت والسولاتهم أيها المسيح لإله إرحمنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلق أعضد وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلياة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنودى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله تيانا لك العزة ولك الملكة والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس ألانا وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين إن يوسف التقي أنزل جسدك الطاهر عن الخشبة ولفه بكتان نقيا مع طيوبين وشيعه فوضعه في قبرا جديد ولكنك قمت يا رب لثلاثة أيام مانحا العالم عظيم الرحمة المجد للآب والابن والروح القدس لقد وقف الملاك بالنسوة حاملات الطيب عند القبر هاتفا إن الطيوب تليق بالمائتين وأما المسيح فقد ظهر غريبا عن البلا لكن اسرخنا قائلات لقد قام المسيح مانحا العالم عظيم الرحمة الآن وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين إنك فائقة المجد يا والدة الإله العذراء فنسبحك لأن الجحيم بصليب ابنك قهر والموت مات ونحن بعد الموت بعثنا واستحققنا الحياة ونلنا الفردوس النعيم القديم فنمجد المسيح إلهنا شاكرين لأنه العزيز والكثير الرحمة وحده إنك بعدم منعك ختم حجر القبر قد منحت الجميع صخرة الإيمان حين انبعاثك من القبر فيا رب المجد لك المجد للآبي والابني والروح القدوس إن رهط تلاميذك يبتهج باتفاقا مع النسوة حاملات الطيب ونحن نعيد معهم لمجد وكرامة وقيامتك عيدا شائعا فبوساطتهم امنح شعبك أيها الرب المحب البشر عظيم الرحمة إنك مباركة أعظم البركات يا والدة الإله العذراء فإن الجحيم قد سبي بالمتجسد منك وآدم دعي ثانية واللعلة أبيدت وحواء أعطقت والموت أميت ونحن قد أحيينا فلذلك نسبح هاتفين مبارك أنت أيها المسيح إلهنا الذي هكذا ارتضى المجد لك مبارك أنت يا راوالي تقوصا أم الملائكة كانت متحيرا عنده شهدته إياكا محسوما بين الأنوات أيها المخاوص وضاقضا قوة الأرض ومغيرا هذا المعار وضاقا إياكا من الجحيم كالفادات مبارك أنت يا راوالي تحطوطا الملك اللامع عند القابرة وها نحن حميلات الطيب قائلا لما تنسجنا الضيوب بالدموع بدارة بنيات البدار ونظرنا الدخل وفرع أحبار لأن المخلصة تطبع من القبر ناهيبا إبليه دوسك ريالي نمس عنه ترضيك يا مطاسو إن حميلات الطيب سحرا عميقا سارعنا إلى قابرك نائحات إلا أن الملك وقع به إلا وقال لأونا زمن النوحي قد كفى وبطل فلا تكينا بل مشر الرسول بالقيامة مبارك أنت يا راوالي حقوقا إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحنوط إلى قبرك يا أيها المقارس فسمعنا ملكا متلغما نحوهن قائلا لما تحسبنا الحياة مع الموتى فبما أنه إله فقام من القبر ناهيبا مجدو للآب والابنه ونروح القدسه كالوطا قدوسا في جوهر واحد صارعنا مع السربي قدوس قدوس قدوسنا التيارا ألا نوك اللوان ويلة نهر الدهب نامي أيها العذرة أولا قدولت معطي الحياة وألقت يا ذنب من الحقيقة ومناخ حوال مرحا عرض الخوف لكن الليلة والإنسان المتجسد منك أرشده بين الحياة التي قد تأور منها الليلة والإنسان المتجسد منك يا الله إذا مغيرا بسلام الله رب نحن برينا إفراق ورغف الخلصة أرحم وأحفظ ويا الله بنعمة يا رسول رحمة وإذا ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المشيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذاتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا را لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الأب والاب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى ذهر الداهرين آمين إن النسوة ذهبنا إلى القبر بعد الآلام لكي يطيبن جسدك أيها المسيح لله فرأينا في القبر ملاكين فتهشنا لأنهن سمعنا منهما صوتا يقول إنه قد قام الرب مانحا لعالم الرحمة الغضمى إني موجه ناظري قلبي إليك في السماء يا مخلص فخلصني بلا معاني ضيائك إرحمنا نحن المذنبين إليك كثيرا في كل ساعة أيها المسيح إلهي وامنحني قبل نهاية وسائل التوبة والرجوع إليك المجد للآب والابن وروح القدس الآن وكل آوان وإلى ذهر الداهرين أمين إن التملك على الخلقة وتقديسها وتحريكها هو لروح القدس فإنه إله مساوى في الجوهر للآب والكلمة لو لم يكن الرب فينا من كان يقدر أن يحفظ سالما من العدو القاتل البشر لا تسلم عبدك هذا يا مخلص إلى أنياب أعدائه فإنهم يثورون عليك الأسود المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ذهر الداهرين أمين إن الروح القدس هو عنصر الحياة وله الكرامة فإنه كإله يؤيد البراية كلها ويصونها بالآب والإبن إن المتكلين على الرب يماثلون الجبل المقدس فلا يتزعزعون بهجمات بل عال لا يمدن الذين يعيشون عيشة إلهية أيديهم إلى المآثم فإن المسيح لا يسلم ميراثه إلى الغصاط المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ذهر الداهرين أمين بروح القدس يتنبع كل حكمة فمنه حصلت النعمة للرسل ونال شهداء وأكاليل الجهاد وأفصر الأنبياء استيقذ يا ربي وإلهي بالأمر الذي أوصيت ومجمع الشعوب يحيط بك استيقذ يا ربي وإلهي بالأمر الذي أوصيت ومجمع الشعوب يحيط بك ربي وإلهي عليك توكلت استيقذ يا ربي وإلهي بالأمر الذي أوصيت ومجمع الشعوب يحيط بك إلى الرب نطلق لأنك قدوس أنت يا إلهنا وفي القديس تستقر وتستريح وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ذهر الداهرين كلنا سمى فلتسابي حرار كلنا سمى فلتسابي حرار فلتسابي حرار كلنا سمى من أجل أن نكون مستحقين لسماع خرارة الإنجيل المقدس من الرب إلهنا نطلق الحكمة فلنستقم ونسمع خرارة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم وفي روحك خط شريف من بشارة القديس لوق الإنجلي البشير والتلميذ الطاهر لنصغي في ذلك الزمان قام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع فرأى الأكفان موضوعة وحدها فانصرف إلى مقره متعجبا مما كان وإن اثنين منهم كانا سائرين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد ستين غلوة عن أرشليم اسمها عمواص وكانا يتكلمان أحدهما مع الآخر عن تلك الحوادث كلها وفيما هما يتكلمان ويتحاوران دنى منهما يسوع وسارى معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتحاوراني به وأنتما سائراني مكتئبين فأجاب أحدهما واسمه كليوبا وقال له أنت وحدك غريب في أرشليمة ولم تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام فقال لهما وما هو قال لهما يختص بيسوع الناصري الذي كان رجلا نبيا مقتدرا في العمل والقول أمام الله وجميع الشعب وكيف أسلمه رؤساء الكهنى وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع وأن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا جميعه فاليوم هو ثالث يوم لحدوث ذلك إلا أن نساء منا أدهشننا لأنهن بكرنا إلى القبر فلم يجدنا جسده فأتينا وقلنا إنهن رأينا مظهر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما يا قليلي الفهم بوطيئي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام فيدخل إلى مجده وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما ما يختص به في كل الأسفار ثم اقتربوا من القرية التي كانا منطلقين إليها فتظاهر هو بأنه منطلق إلى مكان أبعد فالزماه قائلين أمكث معنا فإن المساء مقبل وقد مال النهار فدخلا ليمكثا معهما ولما اتكأ معهما أخذا الخبزا وباء وكباركا وكسرا وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه فاختفاهوا عنهما فقال أحدهما للآخر أما كانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق ويشرحوا لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا الأورشليما فوجداء الأحدى عشر والذين معهم مجتمعين وهم يقولون لقد قام الرب في الحقيقة وترى آل سبعانا فأخذاهما يخبران بما حدث وكيف عرفاه عند كسر الخبز إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده لصليبك أيها المسيح نسجد لقيامتك المقدسة نسبح ونمجد لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي هالم يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة لأنه ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك أم حم آثمي اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك واخطأت واشر قدامك صنع لكي تصدق في أطوالك وتغلب في محاكمتك أنا ذا بالآثامح بالأبي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامد حكمتك ومستوراتها تنضحني بالزوفة فاطور تكسلني فابيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة اصرف وجهك عن خطاياي وامحك لمآثمي قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروح مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا عضودني فأوعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون أقذني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك لأنك لواثرت ذبيحة لكنت الآن آتي لكنك لا تسر بالمحرقات فذبيحة لله روح منصحق القلب الخاشع والمتواضع لا يردله الله أصطح يا رب بسراتك السهيع ولتبنى أسوار أرشاليم حينئذ انتصروا بذبيحة العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقريبون على مذبحك العجود فالنجد لله والإدني والروح الخضور بشفعات الرسل وطالباتهم أيها الرعيم أمه كثرة خطيانا وزلاتنا أمه كثرة خطيانا وزلاتنا أمه كثرة خطيانا وزلاتنا يا رحيم ارحمني الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رفتك رحمة أثيمي لا قد قام يسوه من القبرك ما سنقفضا ومنحنا الحياة الأبدي والرحمة لله خلسي الله شعبك وبارك مراثك وافتقد علمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفعات الكلية الطهارة سيدتنا والد إله الدائمة البتولية مريم وبقدرة استصالي بالكريم محيي بتلبات قوات السماوية المكرمة العالمة للإجساد والنبي الكريم السابق المجيد يحنى المعمدان القديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمين المسكون رؤساء الكهناة العظماء باصيليوس الكبير غرغوريوس الله يحنى الذهب الفم وبائنا القديسين ثناسوس وكيرلوس ويحنى الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوين القديسين ملاتيوس وبطرس بطرياركايا أنطاك وأبوين القديسين نيكولاوس رئيس أساقفة ميراليكيا سبريضونس العجائبي أسقفة ميثوس والقديسين المجيدين الشهداء المتألل العظماء جوارجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيوذرس تيروني ثيوذرس قائد الشيش والقديسين إغناتيوس واليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشق الشهيد في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وأسحاق السوريين ويوحنا الدمشق وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والصليب الكريم محيش في عها في الكنيسة المقدسة والقديسين صديقين يوكي محني جدائي المسيح لإله مع القديسين استراتيوس وأفكسينديوس وأفجينيوس ومرداريوس وأرسوس السهداء ولوكيا البتول الشهيدة الذين نقيم تذكارهم اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطى الطالبين إليك وارحمنا برحمتي وآفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قلص الصالح والمحي لا لو كل آوان ويلدى للداهلين آمين لقد قمت من القبر أيها المخلص القدير فدهش الجحيم لما رأى المعجزة والأموات بعثوا والخلقة لمشاهدتها ذلك تفرح الآن معك وآدم يشترك في الطرب والسرور والعالم يداوم تسبيحك يا مخلصي أنت يا مخلص نور المظلومين أنت قيامة وحياة كل البشر فقد أقمتهم كلهم أيها الكلمة سابيا عزة الموت وحاطما أبواب الجحيم ولما عاين المائتون المعجزة تعجبوا والخلقة كلها تفرح الآن معا بقيامتك يا محب البشر فلذلك نوجد كلنا تنازلك ونصبحه والعالم يداوم تسبيحك يا مخلصي إن الفتيان المثلثو الغبطة إنكم لم تعبدوا أيها الفتيان المثلثو الغبطة إنكم لم تعبدوا التمثال المصنوع باليد لكنكم لما تدرعتم بالجوهر الذي لا يدرك مجدتم في جهاد النار لأنكم بانتصابكم في وسط اللهيب الذي لا يطاق دعوتم لها قائلين أسرع يا رؤوف وبادر لمعونتنا بما أنك رحيم لأنك قادر على ما تشاء امدد يدك التي اختبرها قديما المصريون المحاربون والعبرانيون المحاربون منهم ولا تهمنا فيبتلعنا الموت المتعطش إلينا والشيطان المبغد لنا بل اقترب مننا وأشفق على نفسنا كما أشفقت قديما على فتيانك الذين مجدوك في بابل بغير فتور وطرحوا من أجلك في الأتون ومنه صرخوا إليك هاتفين أسرع يا رؤوف وبادر لمعونتنا بما أنك رحيم لأنك قادر على ما تشاء في هذا اليوم الثالث عشر من هذا الشهر نقيم تذكار الشهداء الخمسة أستراتيوس ورفقته والشهيدة لوكية البتول وفي هذا الأحد نقيم تذكار الأجداد القديسين فبشفعاتهم اللهم ارحمنا وخلصنا آمين فالمسيح لدى فمجدوا المسيح وانا من السموات فاستقلوا المسيح على الأرض فارتبعوا في دير الرقية ياتوها الأرض كلها ويشوف سمعه بالتهاج لأنه قد فباشا لنصرق نحوال ابن المولود من الأبي قبلته بدون استحالا المسيح الإلهي الذي تجسد في آخر الأزمين من البدول بغير زرع الهاتفين يا من رفع عشانا لا تدسوا من خيارات أيها البسيح المسافة ما قد خرج قضيب من عصد ياسا ومنه قد نبت زرعنا من جبل قضى من قدب أيها الإله المرساة عن الآيولا فأتيت متجسدا من البدول التي لم تعرف رجولا فالمجل قدرتك يا رب أيها المطيم البشر بما أنك إله السلام وآه المراحل فقد أرسلت لنا رسول ريك العظيم فني حمي أنا سلامك وإذا إضطان اعتدينا لنور المعرفة الإلهية ما نحن ذبالك من الليل ومسجدنا لك إن الحوت البحر قد خذك من أحشاره ينام كما تقبله سالما نظير الجديد وأما الكلمة ما لما خلّى بالبتون واتخذ منها جسدا أُلِدَ خَبِرًا إياها بدون مساء ولم تلقى استحاله وحفظ ولي باده بدون مغاره إن البتلة إن قد نشاءوا معاً على خوزي العباده أُزدارين بأمر الجول لقد لم يجزعوا من وعيد الموت لكنهم كانوا يردلون وهم طعبون في وسط الله مبارك أنت يا إله أبارينا نسرح ونبارك ونسود للرام إن الأنون النادي قد صور رسم العجب القائد القبيعة لأنه لم يُخرِق الفتية الذي نتقبله كما أن مره أُوتي لم تُخرِق حيناً مستودى على كل قد صور الله الذي حلم به لذلك فالنسبه مترنمين وطعينين لكبارك الخليق لأنه يُعْبُ بِأَسْلِ حَرَّة وَلْتَزِيدُوا رِفْعَةً أَدَاكُ يَوَالِدَةِ الْإِلَهِ وَعَمِّ النُورِ بِالتَّسَابِحِ نُكَرِّمُ مُعَظِّمِينَ وَعَظْمُ نَفْسِ الْرَبَعُ بَهْتَهِ شُّرُوحِ بِاللَّهِ مُخَلِّصِ يَا مَنْهِ أَكْرَبُ مِنَ الشَّيْرَظِيمِ وَعَظْمَ عَسْلِهِ مِنْزِ الْإِلَهِ وَعَظْمِنَ اللَّهِ مِنْ الزَوَالِ وَعَظْمِي لَكُلِّهِ أَسْلِيهِ وَعَاءِ وَأَثْمُ نَضْرَا إِلَهِ موسيقى 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 المغارة سماء والبتل عرشا شربيا والهدوة محالا شريفا الذي اكتكى فيه المسيح الإبلاح غير الموزوع في مكان والهدوة محبوظ وعظيم أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلق ضد وخلص ورحم وحفظنا يا الله بنعمة بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجدى والأب والابن والروح القدس ألانا وكل عوانا وإلى دهر الداهرين آمين إن المسيح الحياة والطريقة قد رافق في الطريق من بعد قيامته من بين الأموات كلاوبا ولوقا فعرفاه في عماوس عند كسره الخبز وكان تفوسهما وقلوبهما مضطرمة حين كان يخاطبهما في الطريق ويشرح لهما في الكتب عما كابده فالنصر خن معهما قائلين لقد قام المسيح وتراء لبطرس لنجتمع اليوم يا محبي الآباء جذلين بتذكار الآباء ونمدح كما يليق إبراهيم وأسحاق ويعقوب الذين منهم المسيح الرب شهد بالجسد لأجل غزارة تحننه لنمدح آدم وهابيل وشيت وأنوش وأخنوق ونوح وإبراهيم وأسحاق ويعقوب وموسى وأيوب وهارون والعازر ويوشع وباراخ وشمشون ويفتاح وداود وسليمان أيتها البتول النقية الطاهرة مريم عروس الله انتصبي أمامي في الساعة الرهيبة واظهري وسيطة لي عند ابنكي أنا الذليل وأنقذيني من تلك المحاكمة ومن جميع التعذيبات فلنا سامات فالتسبيح راب سبيح راب من سماوات سبيحه في العالي سبيحه في العالي لأنه بك يليق التسبيح سبيحه في العالي سبيحه في العالي اشتركوا في القناة يا الله يصنع فيه الحكم مكتوباً هذا المجد يكون لجميع أبراره كل نسمة يا رب وكل الخليقة تمجدك لأنك بالصليب أبطلت الموتى لكي تري شعوب قيامتك من بين الأموات بما أنك محب البشر سبحوا الله في قدسي سبحوه في فلكي قوتاً فليقل اليهود كيف أضاع الجند الملك الذي كانوا يحرسونه لما ترى لم يحفظ الحجر سخرة الحياة فإما أن يعطوا الدفينة وإما أن يسجد للمنبعث هاتفين معنا المجد لغزارة رأفاتك يا مخلصنا المجد لك سبحوه على مقدرته سبحوه من حسب كثرة عظامته افرحوا يا شعوب وتهللوا فإن ملاكاً قد جلس على حجر القبر فبشرنا قائلاً إن المسيح المخلص العالم قد خام من بين الأموات وملأ البرايا كلها رائحة زكية فافرحوا يا شعوب وتهللوا سبحوه بنحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثان إن ملاكاً يا رب قد حمل قبل الحبل بك السلام للمنعم عليها وملاكاً قد احرج الحجر عن باب قبرك المجيد عند قيامتك فذاك بشر معلناً شارات السرور عوض الحزن وهذا نادى فينا كارزاً بسيداً مانح الحياة عوض الموت فلذلك نهتف إليك قائلين أيها الرب المحسن إلى الجميع المجدل لنقم الآن جميعنا تذكار الأجداد الموقرين مادحين سيرتهم التي بها قد تعظموا لنقم الآن جميعنا تذكار الأجداد الموقرين مادحين سيرتهم التي بها قد تعظموا مبارك أنت يا رب إله آبائنا إن الفتية قد أحمدوا قوة النار راتعين في وسط الأتون ومسبحين الإله الكلية لاقتدار وعلى المدينة المقدسة أورشليم مدينة آبائنا إن دانيال النبي لما أغلق عليه في الجب ساكناً مع الوحوش ظهر سالماً لم يلحقه منها أذى المجد للآب والابن والروح للخلوح هلموا بنا جميعاً لنحدفل بالتذكار السنوي تذكار الآباء الذين قبل الشريعة إبراهيم والذين معه ونكرم بواجب سبط يهوذا ونمدح الفتية الذين في بابل الذين أحمدوا اللهيبة في الأتون بما أنهم رسم للثالوث ومعهم دانيال وإذ نتمسك باحتراز بسابق أقوال الأنبياء فلنهتف بصوت عظيماً مع أشعيا قائلين هل بتول تحبل في الحشا وتلد ابناً عما نؤيل الذي تأويله الله معنا الله أنعك الأوان وإلى دهر الداهرين عابين أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدات الإله العذرى لأن الجحيم قد سبيت بواسطة المتجسد منك وادما دعيا ثانية واللعنة بادت وحوان عتقت والموتى ميت ونحن قد حينا لذلك نسبح هاتفين مبارك أنت أيها المسيح إلهنا يا من هكذا سر المجدولك المجدولك يا مضيب النور المجدول الله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة نصفحك مبارك نزود لك نحجن نشكرك من أسل عظيم جلال المجد أيها الرب الملك الإله السماوي الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يا يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الاله يا حمال الله يا ابن الله يرفع خطيئة الحالة مرحلة يرفع خطايا الحالة بقبل تضرعنا أيها الجانس عن يمين الاب والحمنا أنك أن وعدك قدوس أن وعدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الاب عفيد في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأباد وإلى أباد الأباد أبارك أنت يا رب إله أبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأباد أمين يا رب رحمتك علينا كمن خطك لنا علينا مبارك أنت يا رب علمني حقوقات مبارك أنت يا رب علمني حقوقات أولي تسيكيريه دي ضاقشان تذيكي ومتاسو يا رب مالجاك كنت لنا في جيل واجيب أنا قلت يا رب برحمني وشتين سيدي أنني قد خاطط إليه يا رب إليك لجاة علمني أن أعمل هواك لأنك أنت هو إلهي لأنك من تبالك عين الحياة ومنورك نعاين المو فابسط رحمتك على الذين يعرفونك قدسان الله قدسان القوي قدسان الذي لا يموت الحمنا قدسان الله قدسان الله قدسان القوي قدسان الذي لا يموت الحمنا والمجد للآب والإبني والروح القدور الآن وكل وارد وإلى دار الداهر نامين قدوس للذي لا يموت الحامل قدوس لله قدوس للقاوي قدوس للذي لا يموت حامل اليوم صار الخلاص للعالم المسبح الذي قام من القمر انصر حياتنا منحنا الضفور والرحمة لله مباركة مملكة الآب والإبني والروح القدوس ألانا وكل عوانا وإلى دار الداهر آمين من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلق من أجل سلام كل العالم وثبات كنايس الله المقدس واتحاد الجميع إلى الرب نطلق من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلق من أجل أبينا من أجل أبينا وبطر أركنا يوحنا ورئيس كانتنا موسى والكهن المكرمين والشمام سنخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلق من أجل حكامنا ومعاظرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلق من أجل هذه المدينة وجميع الأدير والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلق من أجل أن ينحسر هذا المرض الوباء ومن أجل شفاء المرضى وسند وعضد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلق من أجل اعتدال الأهوية وخص بالأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلق من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتعلمين والمسافرين والمسافرين وخلاصهم إلى الرب نطلق من أجل نجاتنا من كل ضيق وعضب وخطر وشدة إلى الرب نطلق وعضب وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمة بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة الليلة مخالص خالصنا بشفاعة والدة الليلة مخالص خالصنا بشفاعة والدة الليلة يا مخالص خالص 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 آم أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلق وضض وخلص ورحم وأحفظ يا الله بنعمة يا رب نحن بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفايقة البركات المجيدة سيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم ما جميع القديسين فلدى ذواتنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله يا رب يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والاب والابن والروح القدس لان وكل أوان ويل دهر الداهرين أعني أعني موسيقى أعني 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 الموت ونر feedback وهم موسيقى أعني أعني قلصا يا ابن الله يا من قمى مهدين الأبواب نحن المرتلين لك عالدويا المجد للآب والإبن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر التاهلين أبي يا كلمة الله ربنا الواحي الذي لم يأذل غير ربنا وقلصا يا ابن الله وقلصا يا ابن الله من قدسة والدة الإله الدائمة الباغولية في ماريا وأنست بغير استحالة وصورك أيها المسيح إله 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 والموت كواطئك الموت وأنت لم تزل أحد الثلوث القدوس الموجد مع اليوم والروح القدس طال إسماء أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلو وضض وخلص وأرحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجدي والاب والابن والروح القدس لانا وكل آوان ويل ذهر الداهرين آمين عندما حضرت إلى الموت أيها الحياة كل الذي لا له موت خنائل آمين 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 برق لهوتك آمين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما انحدرت الى الموت ايها الحياة الذي لا يموت حين اذا امدت الجحيم ببرق لهوتك وعندما اقمت الاموات من تحت الفرق صرخ نحوك جميع القوات السماوية ايها المسيح الالى معطل حياة المجدونة اشتركوا في القناة 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 موسيقى قدسون الله قدسون القوي قدسون الله لا يموت الحمد روح القدوس قدسون الله قدسون الله قدسون الله اطلع من السماء وانظر وتعهد وأصلح هذه الكرمة التي غلستها يمين قدسون الله قدسون الله κύριε κύριε επιβλέψον ιξουρανού και είδε και επίσκεψεν την άμβελοντα αυτή και κατάρτισεν αυτή εμφύτευσεν η δεξιά σου κύριε κύριε قدسون الله κύριε κύριε κ스트 يا ربي خليص المؤمنين يا ربي خالي سي موميني كير يسو سنتو سيف سيفيس يا ربي خالي سي خساري لعي اشتركوا في القناة 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 الحكمة اشتركوا في القناة قال الرب هذا المثل انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين فارسل عبده في ساعة العشاء يقول للمدعوين تعالوا فإن كل شيء قد أعد فطفق كلهم واحد فواحد يستعفون فقال له الأول قد اشتريت حقلا ولا بد لي أن أخرج وأنظره فأسألك أن تعفيني وقال الآخر قد اشتريت خمسة فدادينا بقر وأنا ماض لأجربها فأسألك أن تعفيني وقال الآخر قد تزوجت امرأة فلذلك لا أستطيع أن أجئ فأتى العبد وأخبر سيده بذلك فحينئذ غضب رب البيت وقال لعبده أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل المساكين والجدع والعميان والعرج إلى هاهنا فقال العبد يا سيد قد قضي ما أمرت به ويبقى أيضا محل فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق والأسيجات واتررهم إلى الدخول حتى يمتلئ بيتي فإني أقول لكم إنه لا يذوق عشاء أحد من أولئك الرجال المدعوين لأن المدعوين كثيرون والمختارين قليل من أولئك الرجال المدعوين وإنه لا يذوق عشاء أحد من أولئك الرجال المدعوين والأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دعر الداهرين ليس أحد من أولئك الرجال المدعوين أولئك الرجال المدعوين السرياء المرنبون التسليح المتطفى من الفرس التفاصيل التطور في مستطفى. أيها المتنون الشوربين تدينها السرياء المرنبون التسليح المتطفى السرياء المتطفى من صوت التاريخ المختلفين. ينطرعنا كل اهتمام الدنيا والسرياء. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والحياة الابدية اشتركوا في القناة 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 الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وقاما في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلسا عن يمين الهام وأيضا يأتي بمجد اليدين الأحياء والأمواف الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس والرب المخير المنبذك من الهام الذي هو مع الاب والابن مسجود له وممجد الله والنبياء وبكنيسة واحدة جامعة ممتدسة رسولية وترف معمودية واحدة لأفرة الخطايا وتجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم لنضع قلوبنا فوق لنرى لنشكر أننا الراب قدس لنقف واجب ونحق أن نسبحك ونباركك ونحمودك ونشكرك ونسجد لك في كل موضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجود الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ما بلحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف ذلك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشربيم والسيروفيم ذو الأجنحة الستة والعيون كثيرة متعالين ومجنحين تسبيح الظفر متلنمين عاتفين وصارخين وقائلين تسبيح الظفر متلنمين تسبيح الظفر متلنمين تسبيح الظفر متلنمين تسبيح الظفر متلنمين خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا اجربوا منها كلكم هذا هو دم الذي للعدي الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا الذي لك وعيا مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر ونطلب ونضع ونسأل أرسل روحك القدوس علينا وعلى آل إطرابين الحاضر بارك يا سيد كبز المقدس أمين بارك يا سيد كبز المقدس أمين بارك ما إليه كليهما يا سيد أمين أمين وإليه كليهما يا سيد أمين 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 وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكليا الاكرام والعظيم الجلال ايوالا ابوال ابن والروح القلوس لانا وكل آوان وإلى ذهر الداهرين والتكن مراحم الاله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى الرب نطلو من اجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة الى الرب نطلو حتى ان الهنا المحب البشر الذي قابلها على مسبح مقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الالهية وموهبة الروح القدس نطلو بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله وحنا أيها السيد أن نشهر بدلة وبلدينونة على أن نتعو كابا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يلتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشري لأن لك الملك والقدرة والمجد والأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين السلام لجميعكم لنحن روسنا للرح نشك نشكرك أيها الملك الغير والمنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها برحمته الكثير أخرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوا للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهلا تقول هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل مننا رافق المسافرين بشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورافات إذنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيلال وكل آوان وإلى ذهر الداهرين أيها الرب يسوع المسيح الله هنا إصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وأهلهم لتخديثنا الجالس في الأعالم علىه الحاضر معناها هنا غير منظور ارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة ازتكت ودمك الكريم وبناء شعبك كله يا الله الحمني أنا الخاطئ القدسات للقدسين قدس وحيد وحيد راب وحيد يسوع موسيح لمنجد الله يسعى الله آمين آمين لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأذكار بديئة لم أن فصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشار ورحم الكنعانية وفتح لليس أبواب الفردوس افتح لي حنوى محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا ليك كما قبلت الزانية والنازفة الدم لأنه أما هذه فبمسها هدب ثوب كنالة الشفاء بعيسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعاتي التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح بن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأت الذين أنا أولهم وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة وأهلني بلا ديرونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية هانذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين يا أحباء أخمنا هذه الظبيحة الإلهية وصلينا مجرحة نفسي السابق رقادهم أفستراتيوس وجورجيل طالبنا من الله ونحن في هذه الأيام المقدسة نستعد لاستقبال الطفل يسوع أن يتقبل مننا ومنكم هذه الصلاة من جراحة لنفسيهما وأن يجعل حظهما مع الأبرار والقديسين نحن من اليوم بلشنا نستعد ونهيئ حتى نستقبل الميلاد المجيد وكل سنة منحكي بهذا الموضوع وكل سنة تقبلت تقريباً تكرر نفس الشيء وكأنه الاستعداد للميلاد عبارة عن سجرة وعن مغارة نعملها بقديس تكون كبيري ببالش بالقورة يتباروا بعض وبعض وبعض مين عمل أكبر سجرة ومين عمل أصغر سجرة ومين زين أكبر شيء ومين عمل كأنه الموضوع كل ياته العيد صفة عبارة عن شجرة وعن مغارة ونسوه الهدف الأساسي اللي جاي منه السيد المسيح أو نسوه الشيء الأساسي بها العيد أقضوا يا جماعة أنه إذا بدنا نحكي نحن بالمصاريف ما في سجرة اللي عملت بها القرى وعم تشوفوها ميزينوا كل يام بمحل عبارة عن ترميم عندهم المواد قال من سنط الماضي كلها جاي بينا حطوا لهم 3-4 ملايين ليلة 6-2 مواد جديدة لها السجرة وبالأخير في كثير سجرات بعد ما خلصت كانتقت وحترقت كلها فردوا وردوا وعملوا واحدة تانية ولا حد يفكر أنه كان عندنا واحد جايع بها الضيعة بدنا خليني عيده متما بتعيد بقية العالم ممكن لتأييل شيء أخوي من هالأخويات جابت شوية تياب لأت لكام طفل لبستهم وعم بيجي عملوا شوية أكل لكام بيت فيه بالقرى موجودين هاو دي فيه موجودين عندهم هيك الأشياء هادي بس ولكن ما نوب الشيء الكافي الشيء الكافي لو بيستعيدوا عن هالسجرات ما بيخلوا ولا واحد كان بطيعة بحاجي بيطوب من هالمغتربين من برة ومن هالمن هالبعدتولها بصيروا يبعدتولهم بالمصاري أربعين خمسين واحد بيظلوا جمعة جمعتان ثلاثة زينوا إن كان بالشارع إن كان أحوال السجرة إن كان بحوالها وإن كان على بعدها وإن كان بخذوا وجوبوا قديش المفرقعات اللي بيحطوه بس يفتحوا السجرة حقها ملايين ما نرخيصها هايدي أبداً أبدأوا كلها بيجيبوها تهريب من لبناء أيبت بدأ نشعر إنه العيد جاء طفل يسوع بدنا اليوم بالبيت يقوله حلو كتير يعزل البيت حلو كتير نضب بيتنا حلو كتير يصايم ولا مصايم وتفكر شو باناكل بالعيد كمان أكل عيد صفا عبارة عن مائدي قبلش الواحد بيقدر يجيب ويحط بيكون شي كتير من لي حلو الميز هاليوم عم بقية الايام وخاصة بقى الايام هذي نحن مرين في هذا نفكر كيف غيرنا عم بيعيب فكر كيف غيرنا بيته هل يا تورة هجيئنا بيوتنا نحن جمعنا العين مع بعض البعض طيب نقديش بحب بعضنا البعض ولا في خلافات زني ما بيحكي مع المرأة والمرأة ما بتحكي مع الولد ولاد ما بحكي مع البن طيب كي بده جاء الطفل يسوع كيف بده جاء عبيتنا ويباركنا والد عنها ما بيد ما بده جاء كيف دفوت على بيوتنا كيف بدنا قول انحنا بانجا على قلوبنا مغارة حتى ولد فيها الطفل يسوع والمغارة هذي عم تفكر كل واحد بالحقد للتاني كل واحد بالحسد كل واحد ما بعرف شو أنا كلمتي ولكلمتك لأكلمتك لأكلمت فلان لأكلمت فلاتان هكذا من قضية من عيد عيد الميلاد نقول عيدنا نتأمل يا أحباء أنه فكر شوي. انه نحن اليوم بحاجة كتير كتير بحاجة. بنقول الكنيسة شو عم تعطي? انا بلكن عم تعطي الكنيسة حسب المستطاة وحسب ما عم بيجيها كل شي عندها. بس اد ما تعطي ما بيبين. لانه الحجم كبير كتير كتير. واد ما تعطي اليوم كنا هك مرة عم نحكي بجرمان نوزع لك كل بيت خمسة وعشرين الف. كل الاخوية هي جمعت مليونان ليلة. وجهنا شوي من هاني شو خمسة وعشرين الف. للبيت ما بتعمل شي وبك تعطي عدد كبير. العداد ضخم كتير شو بدنا نعمل. فعناها نشوي للاربعين للتلاتين للشغلي وكمان ما بتعمل شي في الايام. بس ولكن بتلاب قولوا حصوي خلي شعر شوي مع غيرنا. شو كيف الحبان عيد كيف غيرنا بدو عيد. وخلينا في الايام هذي تخلى عن المظاهر الخارجية. صدنا اليوم تبقى لك العبالة عن مباراة المغارات والسجرات والدنيا مباراة مباراة بين بعض البعض. كل ضيعة بتنضزر ضيعة تانية غيرها. اذا ضوط سجرتها شو بداشي كبيري ازا فين نحن نكبرك بان شوية لخشين متران لخ اكتر منهم ومبينها بكون حسن. خلي استعدادنا استعداد داخلي. بشيء البسيط. بالبساطة. بالمحبة. قلت ما سمعناها اني اليوم. اهم شيء المحبة. نعمل اتصال بسيد المسيح. ما في نعمل في اتصال مع السيد المسيح دي ما اتصال مع بعضنا البعض. اذا كان كيف البيت ما بيحب بعض البعض. بتقول المرأة انا عندي الله. والبيز زني بقول انا عندي الله. لا ما عندك الله. يكون عندك الله ساعة البيت يكون مبني على المحبة بين بعضك للبعض. لانه المحبة اللي عند انطلق من هون. اذا ما بدي اعمل انا شركي مع الاخي على الانسان. وهو بدي يكون سببي حتى يدخلني ملكوت السماوات. هو سببني حتى يكون انا بقدر احكي مع ربي. اذا ما بدي احكي معه لهذا الانسان اللي خلقه الله عصورته مثاله. اكيد ما في نتيجي. انا بقل لكم كل عام وكسين مئة. ان شاء الله. نحاول انه نستعد وندخل هال عيد الميلاد. شيء من الداخل مو من الخارج. وهلأ بلكن انا انا والاباء من عزي اللي صلى الله عليه وسلم اجل راحة نفوسهم. ونطلب من الله يكون معناكم جميعا. واللي مشتعد للمناول يتناول حتى يرجع لمحله. حتى نعمل نياحة باخر الصلاة. الله يكون معكم كل عام وانتو تين مئة. المسيح منك راية. الحضة حتى انو تطرص الله وانتو تيلوه. حتى سترح الرغم وانتو تترح ل necesita موسيقى 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 نسبح ونبارق ونسجد للرد إن الأتون النادي قد صور رسم العجم البائق الطبيعا لأنه لم يخرق الفتية الذين تقبلهم كما أن نار اللهوت لم تحرق أيضا مستودا الباتول الذي حلت فيه لذلك فلنسبح مترنمين وقائلين لتبارك الخالقة بأسرها الرب ولتزيده رفعة ما تبدو يا أحباء أبذكركم أن الأخوي بهالصليب عادة الأخويات عنا بيعملوا شوية معارض حتى جمعوا شوية مصاري ووزعوهم بالقليسة تحت في معرض بتأمل أنه نحن منزدين نحاول نشوف هالمعرض وأذا بدنا شيء ناخد منه حتى نقدر نساعدهم حتى يقدروا يفوتوا يدخلوا على بيوت أكثر بيوت عنا بالرعية هي بحاجة الله يكون معكم كل عام أنت سلمين خلص يا الله شعبك وبارك ميراثاك نهارنا النور الخبيق وهانا روح السماوي ووجاتا البنى الخاص ولنسجد للثلوث غير منقصم لأنه قل الله صدى تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر أمين يمتلك أمنا من تسبحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة رحب الله بقداستك لهجنا طول النهار ببرك أليلويا قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح لله هي المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا أضد وخليص ورحم وحفظنا يا الله بنعمة بعد نسلان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك أنت تخليصنا يا إلهنا ولك أن نسر المجد والاب والابن والروح القدس لأنا وكل آن وإلى دهر الداهرين لنخرج بسلام إلى الرب نطلق يا مباركة مباركك يا رب المقدس المتوكلين عليك خلص شعبك بارك ميراثك احفظ كمال كنيستك قدس الذين يحبون جمال بيتك أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك هب السلامة لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلائم الحذرة من لدنك يا أب الأنوار وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس ألانا وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين ليكن اسم الرب مباركا من الأنوار وإلى الداه من الأنوار وإلى الداه ليكن اسم الرب مباركا أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدي فاظهر الحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع خديسك يسترحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت أجد للأب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم حللت أوجاع المعتقلين أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقاده أنا وكل آوان وإلى ده الداه لنام إفراحي يا طاهر يا من والد الإله لغير زرع إليه كوسى لأن يناي نفوس عبيدك السابق رقاده حمد يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب ورحا يا ليس كريا لا ليس وأيضا نطلب لجراحة نفس أمت الله جورجيت وعبد الله في ستراتيوس السابق رقادهما ومن أجل غفران خطياهما الطوية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفسهما حيث الصديقون يستريحون الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران جميع خطياهما من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا ربنا سأل يا إله للراحي والأجساد كله يا من وطيط الموت ونقد تقوط الشيطان منحك الحياة لعالمك أنت يا رب أرح نفسي عبديك جورجيت وإفستراتيوس السابق رقادهما رتبها في مكان نير في موضع خضرة حيث انتفى كل وجع وحز وتنهد لما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لهما كل خطيئة فعلاها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنهما من إنسان يحيى ولا يخطئ إلا أنت وحدك منزه عن الخطيئة عدلك عدل وكلامك حق أنت والقيامة والحياة والراحة والنياة لنفسي عبديك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلى هنا وإليك نرفع المجدى مع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحي لانا وكل آوان وإلى دهر داهرين فلياكن ذكرهم أبدا فلياكن ذكرهم أبدا فلياكن ذكرهم أبدا إلى الرب نطلو بركة الرب ورحمة وتحلالي على رحمة الله ومحمة الله ومحمة الله البشر كل حين لأنا وكل آوان ودهر دانمين مجدو لك يا إلينا ولجانا للمجدو لك أيها المسيح إلى الأقين يا مقام من بين الأموات لأجل خلاصنا وشبع المطهار البريئة من كل عيب القوات الصريب الكريم وقلاء القوات سماء المقلم على عدمة الأساة والقصصين الصديقاء الدمسي وآكيم وحنا وجمع كدسيك يمحمنا وخلصا وقلاء الصالحين وحبون البشر إلى أعوام عديدة يا سيد إلى أعوام عديدة يا سيد إلى أعوام عديدة يا سيد صلواتي سيد إلى القديس يوارب يسوع المسيح إله نرحمنا وخلصنا الله يرحمنا وعودنا مسيح قام الله يرحمنا يا أحباء تعازي للمرحمين بقاعة الصليب صلواتي صلواتي وخلصنا أحباء أحباء تحباء جميع